في الصفحة الثقافية تنطلق يوم غدنا السبت الموافق الثامن من أبريل فعاليات المهرجان الدولي لفنون وثقافة ماسا تقنى في دورتها السادسة وحول آخر اللمسات الأخيرة والتجهيزات أعد زميل محمد خميس مهدي الورقة التالية ميدان الاستغلال بمدينة بنغور سيحتضن فعاليات افتتاح المهرجان الدولي لفنون وثقافة الماسا الدورة السادسة وللاستغبال الجيد للوفود المشاركة في المهرجان تغوم مجموعة من النساء لعمليات نظافة عامة في ساحة الميدان وتحت إشراف مباشر من الرئيس المنصق للمهرجان إبراهيم فلا مهرجان فنون وثقافة الماسا يعتبر حدثا مهما وخاصة لفئات الشباب لذا فإنهم ينتظرونه بلهفة وشغف شديدين شوارع مدينة بنغور لبست حل زاهية الأمر الذي يؤكد تماما بأن الاستعدادات قد اكتملت لبدء المهرجان ونلاحظ بأن الوفود التي جاءت للمشاركة في المهرجان تغوم بأداء البروفات النهائية ولا يخفى على أحد بأن رقصة القرنة وهي من أهم الموروسات الثغافية لأبناء الماسا ستكون في الموعد